الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين شاهدين متابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بالجميع تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك رحيكم أيها السادة الكرام ضمن عدد جديد من برنامج المحجة البيضاء ومع موضوع جديد سلمية الخطاب واختلاف الفهوم رفقة مشيخنا الكرام والأساتذة الأفاضل يسعدوني ويشرفوني في مطلع هذا اللقاء وبدايته أن أرحب باسمكم جميعا بالغ الترحيب بالدكتور محمد بلغيث أستاذ بجمع الجزائر أهلا وسهلا لا يبارك فيك مرحبا شكرا ويسعدنا أن الصديف الأستاذ محمد ميقاتلي باحث في الدراسات القرآنية حياكم الله أهلا وسهلا بكم السلام عليكم ويحضر معنا فضيلة الأستاذ محمد الشيخ إطار بوزارة يشؤون الدينية والأوقاف أهلا وسهلا ورحمة الله سهلا بكم ورحمة الله سهلا بكم مشاهدين الكرام للخطاب أهمية كبيرة فضلا عن كونه وسيلة للتواصل مع البشر أفرادا وجماعات ولمختلف الأغراض فإنه يعد العامل الأهم في تشكيل البنية الدهنية كما أنه يعد أحد المؤثرات الأساسية على النفس البشرية فقد كان الخطاب وما زال الوسيلة الأساسية المتاحة لتوجيه الأفراد وتغيير المجتمع وكمدخل لموضوعنا هذا أيها الحباب الكرام معكم شيخنا محمد تعريف ومفهوم لسلمية الخطاب وماذا نقصد به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وغاية تحية طيبة مباركة موضوع سلمية الخطاب موضوع ذو أهمية بالقة ذو أهمية بالقة لأن السلمية لها دلالات عميقة تحتاج إلى أن نقف عندها ولأن الخطاب أيضا شيء أساسي كما تفضلت بذكره على أنه عنوان تواصل بين الناس ولابد أن نفهم ذلك في الإطار الكبير الذي يسعه هذا ولذلك فيه ملقي ومتلقي فيه ملقي ومتلقي ولذلك الموضوع يتكون من عنصرين أساسهم الخطاب نعم وأن هذا الخطاب يتصف بجملة من الأوصاف من هذه الأوصاف التي نبحث عنها أن يكون سلميا ولذلك هذا الخطاب عندما نتحدث عن الخطاب اليوم ونحن نعيش في زمن العولمة في زمن وسائل لاتصال الكثيرة المتشاعبة عفوا لابد أن نفهم أن هذا الخطاب المقصود بالخطاب هو ذلك الخطاب الذي يعتمد على مرجعية دينية أساسا لتوصيل مجموعة من المفاهيم مجموعة من السلوكيات مجموعة من النقاط التي يراد إيصالها عندما نتحدث عن هذه النقطة سنتحدث عن نقطتين أساسيتين أما النقطة الأولى فهي المصدر النصي الذي يتلقى منه هذا الخطاب وهي القرآن والسنة والقرآن والسنة والقرآن ثابت لا يمكن لأحد أن يماري في ذلك والتعبير الاستلاحي الذي يطلق عليه بأنه ثابت ثبوتا قطعيا والسنة أيضا لها شق من ذلك فيما ثبت ولكن أفهام الناس تختلف بعد ذلك ولذلك نحن نصير أمام نقطتين مهمتين النقطة الأولى النص والنقطة الثانية فهم هذا النص وهذا الفهم في كثير من الأحيان هو الذي نعتمد عليه وهو الذي نتبناه وهو الذي يصنع مجموعة من الإشكالات والتباينات التي تظهر بين الناس قلت هذا الخطاب يعتمد في الأساس هذه المرجعية ذات الشقين الأساسيين المهمين قديمين قديما وحديثا وسواء أكان هذا الخطاب عبارة عن كلمات تلقى أو دروس أو خطب أو كتب أو أشرطة أو صحافة أو إعلام أو مؤتمرات أو شيء كل هذا يدخل أو وعد كذلك وعد نعم كل هذا يدخل ضمن هذا الخطاب الذي نتحدث عنه وسواء أكان عن طريق أفراد أو عن طريق جماعات أو مؤسسات أو كان عن طريق مؤسسات رسمية أو مؤسسات غير رسمية كل ذلك داخل في هذا المسمى الذي نتحدث عنه الذي نحاول أن نعطيه صفة مهمة هي صفة السلمية التي نتحدث عنها صفة السلمية مصطلح مهم على أننا نحاول أن نفهم هل هذا الخطاب أو متى يكون هذا الخطاب سلميا ومتى يفقد هذه الصفة في تصوري بأن هذا الخطاب هذا الخطاب الديني لا بد أن يكون خطاباً في أصله يبشر ولا ينفر يسر ولا يعسر يبني ولا يهدم يضمد ولا ينكأ الجروح خطاب يسمع يربي يربي الناس ويعطيهم الفرص لا الخطاب الذي يحكم عليهم الخطاب الذي يحاول أن ينقذ الناس ينقذ الناس من الشرك من الكفر من الإلحاد من المعاصي من الذنوب من الآثام من الأخلاق الرديئة ينقذهم من هذا كله إلى الخيرية التي جاء بها هذا الدين حول هذه المعاني الإسلام الدعوة الخطاب الذي يدعو إلى الإسلام الإيجابي الذي يربي إلى الإسلام الذي يصنع علاقة مع الناس على أن هذا الدين في شق كبير منه قائم على العلاقة مع الآخر هذه العلاقة كثير من الناس يفهمها بأنها علاقة ذات صراع دائم مستمر عندما نرجع عندما نرجع إلى النصوص ونحاول أن نقف عندها سنجد بأن ديننا جاء بدين ينص على أن الإنسان فيه لا يمكن أن يبلغ درجات الكمل حتى يقيم علاقة مزدوجة علاقة مزدوجة تمشي في خطين متوازيين لا يصح لأحدهما أن يتوقف أما الشق الأول فهو العلاقة مع الله وأساسها العبادة العقيدة الصحيحة وتوحيده وتوحيد الله في عبادته وشق ثان هو العلاقة مع المجتمع المبنية أساسا على الأخلاق على القيم الفاضلة حول هذه المعاني حول هذه المعاني نشتق معاني الخطاب السليم أو الخطاب السلمي أو سلمية الخطاب الذي نريد أن نصل إليه تبقى لنا اختلاف الفهوم يمحور النقاش في الحلقة إن شاء الله شكرا أستاذ محمد بارك الله فيك أستاذ مقاتلي ورد في القرآن الكريم مصطلح السلم وورد كذلك مصطلح الصلح فهل هناك تفريق بينهما أكيد بارك الله فيك نعم بالله الرحمن الرحيم السلم في القرآن الكريم هو الحالة العامة التي يجب على كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى أن يتصف بها طول حياته والسلم في حد ذاته هو صفة لازمة من صفات الله سبحانه وتعالى إذ يقول تبارك وتعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام فصفته هو السلام الدائم والله سبحانه وتعالى يصف أصلا ما أنزله من القرآن الكريم ومن تشريعاته سواء للنبي عليه الصلاة والسلام أو لأنبيائه بأنه هو السلام أو السلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فمنهج الله سبحانه وتعالى هو الذي ينشر السلام كحالة عامة ثم لا يكتفي بذلك فيأمر المسلمين أو المؤمنين أو الناس جميعا أن يدخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الذي هو منهج الله سبحانه وتعالى الذي إذا التزمه الناس إذا انضبطوا به إذا استقاموا على أساسه عاشوا في حالة عامة متصفة كما هي صفة لازمة لله سبحانه وتعالى يريد الله عز وجل أن يكون السلام صفة لازمة لحياة الناس مع أنفسهم كما قال فضيلة الشيخ مع الله سبحانه وتعالى مع أنفسهم ومع باقي البشر من غير الناس ثم يأمر الله سبحانه وتعالى أو يبشر الله سبحانه وتعالى من عاش حالة السلام مع نفسه ومع غيره بأن الدار التي سيدخلها يوم القيامة هي دار السلام لهم دار السلام عند ربهم وفوق هذا تحيتهم فيها سلام فالسلام في الأخير هو الحالة العامة التي هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي الحالة العامة التي تميز منهج الله سبحانه وتعالى وهي دعوة الله عز وجل أن يشيع السلم كحالة عامة في الحياة بالتزام منهج الله تبارك وتعالى الذي يفضي في الأخير إلى دخول دار السلام إذ إن الجنة ليس فيها حرب ليس فيها صراع حتى ليس فيها صراع الإنسان مع نفسه مع شهواته مع أهوائه أما الصلح فهو حالة فتق تحدث في حالة السلام حالة خلل تحدث في السلام فيأمر الله سبحانه وتعالى أن نرتق هذا الفتق بالصلح لذلك يقول ولا تقول لمن ألقى إليكم في حالة الحرب في حالة الصراع لمن ألقى إليكم السلام لا يجوز للإنسان المسلم إذا عرض عليه السلام أن يرجع إلى الحالة الأصل أن يقول لا لا يجوز لكم هذا مدام فيه رغبة في أن ترجعوا إلى الحالة الأصلية وهي السلام الذي يريده الله سبحانه وتعالى فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لاستمؤمنا ثم يقول عن بني إسرائيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا فعفوا عنهم واصفح العفو هنا جاء عارضا لأنهم هم الذين اعتدوا يعني الله سبحانه وتعالى يقول ودى كثير من أهل الكتاب إلا يردونكم في صراع في حالة خلل في السلم الاجتماعي أن تكون على دينك وأنا على دينك لا يوجد إشكال لكن يريدون أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودى كثير من أهل الكتاب إلا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ما هو الحل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمني حتى في إطار الأسرة الأصل فيه أن يكون السلام هو الشائع بين الرجل والمرأة لكن الطلاق والحالة الطارئة لذلك يقول والمطلقات يتربصن بأنفع وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح هو رتق الفتق الذي حدث بالطلاق عن حالة السلام الذي كان بينهما حدث بالطلاق لكن يؤيد الله سبحانه وتعالى أن يرجع الرجل إلى زوجته في حال السن ذيكي قل والصلح خير وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وإن يريد إصلاحا الله سبحانه وتعالى يشجع هذه الحالات فالسلم في الأخير تلخيصا هو الحالة العامة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن تشيع بين البشر جميعا وأما الصلح فهو رتق لما يمكن أن ينفتق من هذه الحالة العامة والسلم أساسا أساسه لبه وأسه الأول هو السلم مع النفس والصراء هو الصلح بين دوافع الخير ونوازع الشر لماذا يحدث الصراع؟ في تغلب الخير على الشر ولذلك الله سبحانه وتعالى وممكن سنتحدث هذا في باقي الحلقة الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الأصل في الإنسان أنه يحب يعيش في سلام حتى غير المسلم يحب يعيش في سلام ما الذي يطرأ أنه فيه دوافع في الشر أولها الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو لا يحب الناس أن يعيشوا في أمان فيحرك في الناس نوازع الشر إذا استسلم لها الإنسان وخرج من استسلامه لله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة لماذا يحدث الصراع؟ يحدث الصراع أساسا في النفس حين يتغلب الشر على الخير الشر على الخير يحدث الصراع يحدث العداوة والبغضاء ثم يتكلم عن قوة خارجية مثل المنافقين لو خرجوا فيكم لأن المنافقين هم عباد منفصم الشخصية تغلب شرهم على خيرهم فنفذ ذلك في المجتمع بتأليب الناس بعضهم على بعض لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يبغونكم الفتنة والفتنة الفساد ثم يتحدث عن اليهود الذين لا يريدون في الأرض خيرا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله لأن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين فهذا هو بالإجمال نعم هذه الصورة العامة أستاذ ميقات لي محل الخطاب فيها الخطاب الذي هو العنصر الأساس في كل شيء مما ذكره الخطاب الموجه من قبل الله سبحانه وتعالى لعموم المسلمين أن يدخلوا في السلم بالتزام منهجه كلما اصطلح الإنسان مع نفسه اصطلاح مع النفس ما هو هو تغليب دوافع الخير وتحجيم دوافع الشر أو نوازع الشر نوازع الشر هي كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى لماذا حرم الله على لنا السرقة لماذا حرمنا للعدوان إن الله يأمر بالعدل والإحسن وينهى عن الفحشاء والمنكر هذه نوازع في الإنسان إذا لم يستسلم الإنسان لله سبحانه وتعالى ليس له دافع لأن يمنعها إذا ما عندكش استسلام لله سبحانه وتعالى فالإنسان بطبعه ينساق مع نوازعه ما الذي يحجمه هو دخوله في السلم هو استماعه لخطاب الله سبحانه وتعالى بأن ينساق مع دوافع الخير التي شرع الله سبحانه وتعالى من الأحكام ما ينميها ويدعمها ويرعاها وشرع من الأحكام ما يحجم من نوازع الشر كلما استقام الإنسان وعلى هذا المنهج كان تقيا من هو التقي؟ هو الذي يراعي حدود الله سبحانه وتعالى بإتيان ما أمر ما من دعائم الخير وتحجيم ما نهى من نوازع الشر بالتزام ما حرم الله سبحانه وتعالى بحدوده برك الله فيك شكرا جزيلا مستاذ مقاتلي إذن بعد الوقوف على هذه المفاهيم وهذه التوضيحات دكتور بلغيث نتساءل إذا كانت هذه هي صورة الخطاب السلمي فمتى ينقلب إلى خطاب استسلامي وكيف نفرق بين الأول وبين الثاني بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى لي وصحبي أجمعين نحيي المشاهدين الكرام في كل مكان وأتشرف بوجودي مع الأستاذين الكريمين نعم وأسعد كثيرا بوجودي في هذه القناة العتيدة النافعة إن شاء الله انطلاقا مما تفضل به الأستاذان الكريمان الإسلام كأرضية يبيننا أن الله تعالى لما خلق الإنسان كلفه بالدور في الأرض وهو عمارة الأرض هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وطلب منكم عمارتها لكي يتحقق هذا الدور ولا يتعطل طبعا قرر الإسلام أن هذا الدور إنما يتحقق إذا توفر السلم في الأرض إذا كانت الحياة في سلم والناس يعيشون في سلم يتحقق هذا الدور العداوات والبغضاء والصراعات والحروب تعطل هذا الدور فلماذا لأن الإسلام إذا يبين لنا أن الله تعالى كلف الإنسان بدور بناء الحضارة وتعمير الأرض وتطوير الأرض نعم وهي جزء من الخلافة الاستخلاف النجاعي من في الأرض خليفة جزء من هذا الدور العظيم الكبير بيّن أن من شروط تحقق هذا الدور هو أن تكون الحياة يحكمها السلم ويعم فيها السلم بين الناس كل من يعطل هذا السلم كل من يعطل هذا السلم الإسلام ينبهنا إلى أنه ينبغي أن نكون له بالمرصاد نعم كل من يعطل هذا الدور الذي كلف به الإنسان يجب على الناس أن يكونوا له بالمرصاد لماذا؟ لأن الإسلام والخطاب الإسلامي عموماً بيّن أن الإسلام له غاية من هذه الحياة السلمية حفظ الوحدة الإنسانية حفظ الوحدة الإنسانية نعم نعم يا أيها الناس إننا خلقناكم من ذكرين وأنثى إقامة جسور التعارف بين الناس نحن نختلف مع الذين ينادون بنهاية التاريخ وبصدام الحضارات نعم نعم نحن نؤمن بتعارف الحضارات تداول الحضارات تداول الحياة بين الناس نؤمن بإعطاء الفرص وعدم سيطرة ثقافة الإقصاء نعم التي يروج لها بعض المفكرين نعم من الغربيين خاصة ولذلك الإسلام يرى أن الحياة السلمية ضمان لتحقيق الوحدة الإنسانية بين الناس في العالم كله وإقامة جسور التعارف بين الناس وبإقامة جسور التعارف والتعاون بين الناس يتراجع تتراجع أسباب التوتر الاجتماعي أسباب الصراعات أسباب الاقتتال بين الناس كذلك الإسلام يريد أن يحفظ الإنسانية من كل أنواع الدمار والخراب الذي نشاهده في العالم اليوم وللأسف الشديد كما تفضل الشيخ محمد كذلك الإسلام بهذه السلمية يريد أن يمنع الفساد والله لا يحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرثة والنسل والله لا يحب الفساد كذلك الإسلام يسعى من خلال توفير السلم أن تحمى الدعوة أن تحمى الدعوة ليصل نور الله نور الإسلام إلى الناس جميعا ولذلك كل عرقلة كل تعطيل لوصول هذا النور إلى الناس لكي لا يحرموا من هذا النور لماذا أقول هذا النور لأن الدعوة الإسلامية جاءت لصالح الناس جميعا لم تأتي لصالح المسلمين فقط كما يتصور البعض لصالح الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الإسلام جاء لينتشر في العالم لماذا ليس ليفرض نفسه دون اقتناع أو لكي يرغم البشر على أن يتبعوا طريقة معينة لا لتحرير الإنسان أصلا الإسلام جاء لتحرير الإنسان من الشرك من الاستبداد من الظلم ولذلك نعم الإسلام لكي يتحقق هذا السلم وتتحقق هذه الغايات من الحياة السلمية نعم بيّن أنه كل من يعطل الحياة السلمية ينبغي أن يقف الناس له بالمرصات لماذا؟ لأن الاستسلام الاستسلام للمحارب ضد السلم الحياة السلمية أو الاستسلام لمن يحتل أراضينا ويحتل مقدساتنا نعم هذا الاستسلام يؤدي للفتنة التي كان يتحدث عنها الشيخ محمد وإلى الفساد في الأرض ولذلك الحياة السلمية شيء نعم والحياة الاستسلامية شيء آخر الحياة الاستسلامية هو أن تستسلم لمن هو واقف ضد البشرية في الحقيقة نعم لأن الذي يريد أن يغزو الآخرين أو أن يفرض على الناس حياة معينة عنوة نعم هو في الحقيقة مدمر للسلم بين الناس نعم ستالين ستالين في روسيا نعم قتل أحدثم مليون من شعبه ليفرض الشيوعية على الناس فرضا هذا الذي لا يريده الإسلام ولذلك الحياة السلمية شيء والحياة الاستسلامية هو أن يستسلم الناس لكل من يحارب الحياة السلمية في الحقيقة نعم هذا هو المقصود الذي ينبغي أن نفرق فيه بين سلمية الخطاب واستسلامية الخطاب استسلامية الخطاب أن يستسلم الناس وأن يرضوا بمن يعتدي عليهم وأن يتقبلوا الاعتداء وأن يسكتوا عنه هذا هو المقصود بالخطاب الاستسلامي فرق كبير بين سلمية الخطاب واستسلامية الخطاب من هذه النواحي وبهذه الغايات التي يصب الإسلام إلى أن يحقق فيها حياة السلم والمسالمة شكرا لكم دكتور بلغيث أستاذنا ميقاتلي في إضافة فقط وإجابة عن إشكالية الخطاب الذي نعنيه هل هو النص المقدس من القرآن الكريم والسنة الشريفة بعد إذن فضيل الأستاذ محمد بإضافة بسيطة جدا الكلام النفيس الذي قاله أنه فوق أن الاستسلام فرق بين السلم والاستسلام الاستسلام لا بد فيه من التنازل عن مبادئك والإسلام لا يرضى هذا بابتداء من قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين حتى في الآية التي ذكرتها في السابق يقول لا تقول لمن ألقى إليكم أي عرض عليكم السلام عرض عليكم الصلح لكن لا يتحدث عن الاستسلام من حيث هو تنازل بأن أقهرك لتتنازل عن أفكارك لأنه أصلا لا يقبل الإنسان أن يدخل الإسلام وهو مكره وهو عنوة لذلك السلام وأن تصالح لكن أن أستسلم معنى ذلك أني أخون مبادئي أن أقر ولذلك يقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان المكره وإن كان قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وهذا شيء مرفوض في الأصل الإسلام لا يمارسه لكن إذا مرس عليه ممكن يستسلم حفاظا على نفسه من أجل أن يعاود نشاطه وكفاحه من جديد أما فيما يتعلق بالخطاب هو النس الخطاب القرآن الكريم هو خطاب الشريعة كلها خطاب حتى الأصولين يسموها وخطاب الله سبحانه وتعالى للمكلف لكن ليس كل خطاب هو قرآن فالقرآن الكريم هذا عموم وخصوص القرآن الكريم هو خطاب لا شك ولكن النص هو إلا القرآن والسنة لا يمكن أن يكون خطابي نصا النص يصطلح عليه عند الأصوليين وعند علمائنا هو النص القطعي الدلالة والثبوت الذي يفيد حكما معينا نحو المكلف سواء كان كتابا أو سنة فكل نص هو خطاب وليس كل خطاب هو نص طبعا بينهما عموم وخصوص مطلق شكرا لكم أستاذ ميقاتلي على ما تفضلتم مشاهدين الكرام لقد أولى القرآن الكريم اهتماما كبيرا للكثير من القضايا الاجتماعية ومنها الأمن والسلم فجاءت الآيات الكريمة التي تبين فضيلة الأمن والسلم والداعية إلى بناء مجتمع سلمي آمن فنجده في القرآن الكريم بين الأزواج في الأسرة وبين المتخاصمين فضيلة الشيخ محمد السلم الاجتماعي في القرآن الكريم نعم صحيح هو السلم الاجتماعي بصورة كبيرة بعنوان كبير ويدخل تحته مجموعة من الفرع عندما نتأمل مجموعة النصوص التي وردت في القرآن الكريم أساسا أو التي وردت في السنة النبوية تفصيلا لهذه القواعد الكلية سنجد بأن الإسلام في شقيه في نصيه قد أرسى دعائم قوية للسلم الاجتماعي نعم عندما نقرأ في القرآن الكريم على سبيل المثال وهو يشرع للأسرة والعلاقة الزوجية ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ماذا يعني هذا الخطاب وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا عندما نقرأ وإن طلقتمهن ثم يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لأنها هي ضعيفة هذه المرأة وأنت تملك الطلاق حق الطلاق فأنت ترجعها لا لأنك تريد أن ترجعها ولكن لأنك تريد أن تمارس عليها ضغطا وقوة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا كل هذه المعاني تصب في عنوان كبير وأنه وأن هذه الأسرة إنما هي مبنية أساسا على علاقات سلمية يحفظ فيها الرجل هذه المرأة ويحبها ويتمنى لها الخير ويحرص لها على هذا الخير وتفعل الزوجة مثل ذلك لا أتحدث عن ممارسة يمارسها المسلمون اليوم وقبل اليوم فتلك مسألة شيء آخر ولكننا إذا أردنا إذا أردنا أن نعرف حقيقة الدين حقيقة الدين لا تأخذ من الممارسات ولو كانت كثيرة إنما تأخذ من النص الجوهري من الصورة الناصعة لهذا الدين الإسلام عندما قال عندما نتوغل أكثر في صنع هذه العلاقات الاجتماعية هذا الإنسان الذي يعيش ولا بد أن يعيش إلى جانبه جار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ماذا معنى هذا الكلام معنى إذا كان هذا الجار يعيش في خوف من المسلم خوف هذا ماذا معنى لا يأمن جاره بوائقه يخشى عليه يخشى أن يدق مسمارا في جداره على الساعة الثانية عشرة ليلا يخشى أن يجد في الطريق شيئا من القاذرات يضعها يخشى أن يتسلط عليه بلسانه يخشى أن يتسلط عليه في شيئه أو في أغراضه يخشى أن يترك سيارته فيتسلط عليها أو ينسى شيئا فيستولي عليه لا يدخل الجنة وفي رواية أخرى والله لا يؤمن لا يؤمن سلب عنه الصفة الإيمان والتي هي في الأساس مرادفة للمعنى الذي نتحدث عنه وهو الأمن والأمان لأن من مرادفة السلم الأمان الشعور بالطمأنينة الشعور بالأمان إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال كان يريد أن يقتله كان يريد أن يقتله صاحبه مجرد هذه النية رغم أنها لم تتحقق يريد أن يقتله هذه النية صنعت منه هذه الصورة لا يحل لمسلم أن يروع مسلما مجرد يلعب في جلسة من الجلسات أراد أن ينكت وأراد أن يلعب فصنع من الحبل كأنه ثعبان يمشي وإذا برجل يروع يصاب بخوف فيتدخل الدين دين واش دخلوا في هذا الموضوع يتدخل الدين ويصبح ويعطي نصا صحيحا نتعامل به مع هذا الأمن الاجتماعي الذي يبسط نفوذه على المجتمع أموما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ما معنى أن يتدخل الدين فيقول في جزئية من جزئياته لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه بمعنى الذي خطب ينبغي أن يعيش في أمان من أنه قد خطب وقد أعطيت له الكلمة وأعوى وزوج منه في انتظار تزويجه من هذه الفتاة فهو مطمئن مطمئن لماذا؟ لأنه لا يوجد ثمة سمسرة لا يوجد مال يتدخل لا يوجد جاه ينغص أنا أعطيك أكثر مما أعطاك فلان كم أعطاك في ابنتك أعطاني كذا أنا أعطيك وتعطيها لابني أو تعطيها لي لا الإسلام يحرم كل هذه الطرق بمعنى أن الإنسان عندما يذهب للشراء لا يحل لمسلم أن يبيع على بيع أخيه فإذا فهو مطمئن بأن هذه السلعة ستأول له وإذا خطب يطمئن بأن هذه المرأة ستكون له لماذا؟ لأن الإسلام حرم هذه السلوكيات تحرم هذه السلوكيات إنما من أجل صنع مجتمع مسالم آمن مطمئن لا يخشى فيه الإنسان على نفسه لا يخشى فيه الإنسان على ممتلكاته لماذا؟ لأن ثمت قواعد أخلاقية كبيرة تحكم هؤلاء الناس وثمت نواه جاءت لترسد تصرفاتهم وتبعدهم عنها شكرا لكم أستاذ محمد أيها الأحباب الكرام الدماء في الإسلام معصومة إلا بحقها وليست عصمة الدماء خاصة بالمسلمين في حكم الإسلام بل مثلهم في ذلك ثلاثة أصناف الذميون والمعاهدون والمستأمنون تكلم عن شق آخر في هذا الموضوع دكتور بلغيث وهو السلم السياسي أو ما استلح عليه الفقغاء بتسميته الحرب في موضوع الحرب والله انطلاقا مما تفضل به الشيخ محمد في كلامه الممتع هذا بيان السلم اجتماعي نعم طبعا السلم السياسي يخرج في علاقات دولية يخرج من المجتمع إذا كان المجتمع آمن مستقر لأن الاستقرار والأمن شرط لأي إقلاع حضاري لأي إقلاع عالمي لأي بناء نعم وإي عطاء للعالم ينطلق من الداخل من داخل المجتمع إذا كان المجتمع آمنا نعم هو لحكمة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه آمنا في سربه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم كما قال القرآن من خوف نعم كأن الأستاذ محمد وهو يشرح حياة الاجتماعية للمجتمع الإسلامي نعم بوجود هذه المصوص والقواعد الشرعية نعم الإسلام يبني الحياة كلها على الأمن الزوجة تحس بالأمان الأولاد يحسون بالأمان الشارع فيها الأمان شارع شوارعنا يجب أن تكون فيها أمن الإدارة فيها أمان أينما تذهب تشعر بالأمان ولا ينتابك أي خوف لا بد لمجتمعين يعيشوا هذه الحياة أن تنعكس ينعكس هذا الأمن على معاملاته الدولية وعلى معاملاته مع كل الأجناس من البشر نعم إذا قلنا منذ قليل بأن الإسلام يتجاوز كل أنواع التمييز بين الناس من الألوان والأعراق والأجناس معنى ذلك أنه يوحد الإنسانية يدعو إلى إنسانية واحدة موحدة كريمة نعم ويدعو إلى كما قال ربعي بن عامر الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة هذا البعد الحضاري في هذا الإسلام يجعل المسلمين ملزمين بأن يحسنوا التعامل مع البشر كلهم معنى ذلك أن الحرب إن صح التعبير أن الحرب طارئة استثناء وليست هي الأصل والله أعجبني إذا سمحتم نص لقسيسة إنجليزية بريطانية كارين أمسترونغ سبحان الله لها كلام رائع جدا وهي مشهورة قسيسة دافعت عن الإسلام وعن المسلمين وكانت منصفة كانت من المستشرقين الموضوعيين والمنصفين شوفوا تقول في هذا النص العجيب إذا سامحتم تقول القرآن يعتبر الحرب حدثا غير عادي مخالف لإرادة الله ثم ذكرت الآية كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ثم تستمر فتقول الإسلام لا يبرر الحرب أو الإبادة العدوانية كما وشأن التوراة في الكتب الخمس الأولى من الكتاب المقدس الإسلام هو الدين أكثر واقعية من المسيحية يخبر بأن الحرب قد تفرض نفسها وقد تكون واجبا إيجابيا في إزالة القمع والمعاناة ويعلمون القرآن الحد من الحروب وأنه لا بد أن تدار بأكبر قدر من الإنسانية هذا كلام للمستشرقة الإنجليزية كارين أمسترونج يشبهها مستشرق مشهور كان موضوعيا في هذا الموضوع ديليسي أوليري هذا مشهور في كتابه التاريخ تاريخي يقول التاريخ غاية في الصراحة التاريخ غاية في الصراحة أسطورة المسلمين المتعصبين الهاجمين على العالم فارضين الإسلام على الشعوب المهزومة بقوة السيف أحد أغرب وأسخف الخرافات التي تناقلها المؤرخون يعني هذان النصان يلخصان أستطيع أن أقول رؤية الإسلام إلى الحرب وأن الحرب ليست هي الأصل بل الأصل في الحياة الإسلامية السلم حتى مع غير المسلمين نعم لأن الإسلام هدفه هو أن يعتنق الناس أن يعتنقه الناس لا أن يعادوه لا أن يحاربوه ولنا أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي قد تأتي بعد قليل نعم إن شاء الله لكن هكذا ننظر إلى السلم السياسي نعم ولعلي ذكرت في فرصة في مداخلة كيف أن السور توماس أرنولد المستشرق البريطاني في كتابه الدعوة إلى الإسلام كيف قال بأنه درست التاريخ الإسلامي ولم أجد مثالا واحدا أين أرغم المسلمون غيرهم على اعتناقه نعم كرهن نعم هكذا ينطلق الإسلام في تعامله مع الناس في تسامحه في نشر الحياة السلمية وكما تفضل الأستاذ في الصلح والمبادرة إلى الصلح والمبادرة إلى التفاهم ولعله فيما سيأتي من الأستاذين الكريمين أيضا توضيح أكثر إن شاء الله اتهام الخطاب الإسلامي بالعوم في هذه نقطة وشبهة نقف معها معكم فضيل الدكتور بلغيث إلى ركن ما بين قوسين نتابع ونواسل بعده النقاش إن شاء الله أهلا ومرحبا بمشاهدين الكرام إلى ركن بين قوسين نقطة التي كنا نثيرها هنا في البلاطو الدكتور بلغيث أن الخطاب الإسلامي يتهم بالعنف بهذا الاتهام جاء على لسان كثير منها المستشرقين فما ردكم وقولكم على هذا نعم شبهة انتشار الإسلام بالعنف شبهة رددها كثير من المستشرقين منهم كارل بروكلمان منهم ويليام ميور منهم ماريوس فونتانا كثير من المستشرقين رددوا هذه الشبهة والشبهة وللأسف بعض العلمانيين العرب أيضا ينقلونها عنهم للأسف الشديد والحقيقة أنني منذ قليل ذكرت ما قالته كارين أمسترونج في ردها الصريح على هؤلاء المستشرقين بذلك النصين الذين قرأتهما بالإضافة إلى هذا لو أن هؤلاء المستشرقين تأملوا التاريخ ولو وجدنا في التاريخ في تطبيقات المسلمين ما يكذب هذه الشبهة كيف عمل المسلمون أهل سمرقند عندما فتحها كتيبة بن مسلم الباهلي في 92 أو 93 هجرية وكيف عندما اشتك أهل سمرقند بالطريقة التي دخلها الجيش المسلم إلى سمرقند وكيف عين عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قاضيا حكم على الجيش المسلم بأن يخرج من سمرقند عدلا وسطية نعم على أساس أن الطريقة التي دخل بها طريقة غير صحيحة فقرر المسلمون أن يخرجوا من سمرقند وكان ذلك سببا لاعتناق أهل سمرقند الإسلام جميعا نعم ورضاهم بالمسلمين مرة أخرى كيف عمل أبو عبيدة بن الجراح النصارى في الشام عندما عجز عن أن يحميهم ورد إليهم الجزية وقال لا أستطيع أن أحميكم من الغزات وينبغي أن تشاركوا في الدفاع عن أنفسكم ورد إليهم الجزية في التاريخ أيضا أمثلة كثيرة كيف عامل ألب أرسلان في معركة ملاذ كرد رومانيوس الرابع الإمبراطور البيزنطي الصليبي الذي يعني حارب الإسلام حربا شعواء ولكن ألب أرسلان القائد المسلم عندما أمسك به عفى عنه ورده إلى أهله ثم إن أهله هم الذين طاردوه وقتلوه ولم يقتله ألب أرسلان مع شدة حربه وعداوته للإسلام وللمسلمين نتأمل في التاريخ أمثلة كثيرة وشواهد كثيرة نعم لأن بعض المتحدثين عن تاريخنا وحضارتنا يبرزون الجوانب الجوانب الأخطاء فقط وكأن الأمة الإسلامية ينبغى أن تكون معصومة من الأخطاء نعم أينما وجد الإسلام في العالم أينما دخل الإسلام عندما خرج من تلك المناطق ترك وراءه ديانات ترك وراءه شعوب تدين بديانات أخرى بينما أينما دخل الصليبيون والمسيحيون كما حدث في إسبانيا في الأندلس عندما دخل الصليبيون إلى الأندلس أبادوا المسلمين نعم حملات الإبادة نعم كما يحدث إلى يومنا هذا في الحروب نعم لو شئنا أن نكون موضوعيين نعم لرأينا أنه أينما دخل الإسلام لم يقص ولم يبد ولم يدمر بل من شروط الحرب عندنا نعم تأمين المدنيين تأمين العمران عدم قتل النساء عدم قتل الأطفال عدم قتل رجال الدين ولو كانوا مخالفين لنا في العقيدة وفي الدين نعم تماءه معصومة نعم واحترام الإنسانية وعدم وسلامة المقصد لا يحارب المسلم من أجل الطمع أو الانتقام أو الجشع أو الإبادة حتى الطبيعة نانت نصيبا من هذا الاحترام يعني نعم لا يقطع الشجر لا تقطع الأشجار نعم نعم ولا يدمر العمران والأبنية كما يقول الفقهاء حتى الأبنية ما ذنب الأبنية حتى ندمرها ونستعمل أدوات الدمار الشامل وسلاح الدمار الشامل والمواد الكيميوية الممنوعة دوليا نعم أعتقد أن هؤلاء المستشرقين لو كانوا منصفين فعلا وموضوعيين فعلا لراجعوا أنفسهم وبالأحرى والأولى أن يراجع أصحابنا من الحداثيين ومن العلمانيين العرب أن يراجعوا أنفسهم فلا يلسقوا بالإسلام ما هو منه بريء بارك الله فيكم دكتور بلغيث ونعود للبلاطو باستكمال النقاش في موضوع سلمية الخطاب واختلاف الفهم مشاهدين الكرام شكرا بين قوسينا مشاهدين الكرام من أهم مقاومات بناء شخصية المسلم هو أن يفهم الإسلام فهما صحيحا شاملا نقيا كما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم بعيدا عن أي أخطاء أو انحراف فسبب ظهور فرق وشيع بين المسلمين هو اختلافهم في فهم الإسلام ومدى بعدهم وقربهم من الفهم الصحيح الواجب اتباعه فاختلاف الفهم يترتب عليه اختلاف وخلل في السلوك والعمل ومن هنا تكون الإشكالية وتكون المشكلة التي نجدها في جماعات كثيرة تدعي الفهم الصحيح للنص وهي أبعد ما تكون عن فهمه أستاذ مقال نعم بالضبط في الحقيقة كما تفضل فضيلة الأستاذ محمد سابقا أن المرجعية للمسلم أو مرجعية العالم كله حين يتحدث عن الإسلام وقد تفضل فضيلة أستاذ محمد لماذا يذكر مثلا مثل هذه النصوص عن أناس غير مسلمين لأن الباحث الموضوعي ينبغي أن يهتدي نعم يهتدي إلى أن المرجعية الأولى في فهم الإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وممارسته العملية للإسلام أما ما تفرع من ذلك مما يسمى الخطاب الإسلامي أو الجماعات الإسلامية أو الطوائف الإسلامية أو حتى الخطاب الإسلامي هذا ليس حجة على الإسلام بحال من الأحوال بل إن المرجع في اعتبار الإسلام مسالما أو غير مسالم وما مرسه النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان تطبيقا حرفيا للقرآن الكريم والحديث المعروف حين سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالتهم أولا أولا تقرأون القرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم قد ثبت الله عز وجل هذا المعنى في أكثر من موضع يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ها واحد ويزكيهم خطوط تحت كلمة ويزكيهم بعدين ويعلمهم الكتشوف ويعلمهم جاءت بعد ماذا بعد ما يزكيهم ما هو التزكية هو الصلح مع النفس هو السلام مع النفس هو أن تقضي أساسا على نوازع الشر إذا لم تقضي عليها فسوف يكون هذا العلم الذي تتعلمه وسيلة لتنفس بها عن عقدك النفسية وممكن أنا في تجربتي البسيطة في الدعوة الإسلامية ومشيخي أسبق مني ولهم سبق نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم وجهودهم تكتشف أن كل متطرف كل إنسان عنيف كل صاحب منهج شاذ الأصل فيه أنه مريض نفسي أنه إنسان لم يزكي نفسه عانى من التهميش في المجتمع عانى من القهر عانى من الظلم ممكن ثم التزم بالإسلام وأراد أن ينفس عن هذه العقد من خلال العنف هذا الانتقام من المجتمع من خلال نصوص الشريعة مقنعا نفسه أن الله سبحانه وتعالى يريد به أن يصنع بالمجتمع هكذا والحقيقة غير هذا تماما الحالة السوية هي حالة النبي عليه الصلاة والسلام الحالة السوية هي حالة الأقربين المقربين من أصحابه الذين ما مارسوا عنفا وكان خطابهم مطابقا لخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هم المستأمنون على رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فنعود ونقول أن المرجع الأساس في فهم سلمية الخطاب هو كتاب الله وسنة رسوله والممارسة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ هذا الدين وطبعا الآيات والأحاديث طافحة منها قوله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدات الحسنة والنبي اسمه قدوة في هذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فضيل الشيخ تكلم على الأمن في الأسرة الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن الأمن أو يأمر به يصف له علاجا من صفاته سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة ورحمة إذا كانت تصف الإنسان بشيء من صفات الله سبحانه وتعالى فسوف يضف السلام على المجتمع كذلك بالنسبة للسلام ادخله في السلم كافة إذا دخلت في السلم هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى إذا التزم بها الإنسان فسوف يكون انعكاسها على الواقع على مجتمع الناس سواء في الأسرة سواء في الجيران سواء في العالم الكبير أو الصغير سلما وأمانا ويقول النبي عصمه ملخصا هذا المعنى كله المسلم والمسلم هنا المطلق يعني التعريف العهدية يعني المسلم الحقيقي الذي يصدق عليه هذا المسمى يتصب بهذا الصفة اللازمة من سلم الناس أو المسلمون من لسانه ويده لا يمكن بمفهوم المخالفة لا يمكن أن تصور مسلما لا يأمن الناس من لسانه ويده المسلم الحقيقي هنا بثير تساؤل آخر شيخ مقاطي متى يلجأ المسلم إلى النصوص التي فيها حث على أن يدافع عن نفسه أن يرد العدوان أن يرد الباطل الله سبحانه وتعالى الذي يقع عليه حمى المجتمع بهذه التشريعات ما يسمى بالحدود رب العالمين فيه جرائم لا تغتفر في المجتمع وضع الله سبحانه وتعالى لها حدودا ليحمي المسلم من أن يطالب بحقه خارج نصوص الشريع يعني الله عز وجل يقول لك أصبر لأن الله تعالى حماك يقول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله عدوان كبير خطير جدا هذا من أكبر الجرائم التي يمكن أن تحدث في المجتمع وتخرق السلم اجتماعي لكن لا يجوز لي أنا أن أحارب هذا الشيء بمفردي الله عز وجل حماه بحد كلف به أولياء الأمور قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجوهم من خلاف تكلم عن القصاص وقال يا جماعة القصاص حياة يعني إذا خفت شفت القتل ينتشر وما فيش قصاص يصار لك خوف على أمنك على مستقبلك على أولادك ممكنش تسافر بعيد عن أولادك إذا ما فيش قصاص ولكم في القصاص حياة إذا انتشرت السرقة وما فيش قطع له ما فيش ردع لهذه الجرائم لذلك الله عز وجل يؤمن الناس بهذه الحدود يقول أن فيها مصدر للسلام والأمن الذي يطمئن فيه وليست الأصل في التشريع وليست الأصل إنما هي حدود حدود عند حدود خلل نعم حين يفوت الأمر طاقة الإنسان يقول النبي عليه الصلاة في حديث مشهور إن سترون ستكون بعد أثر قالوا ما تأمرنا يا رسول الله فيه حقوق ضائعة فيه ظلم فيه 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 قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم لأن المشاركة في الفتنة في مثل هذه الظروف هي عدوان على السلم الذي يأمر الله سبحانه وتعالى والدليل والدليل أن الله يدافع عن الذين ليش يدافع عن الذين آمنوا حين ينزع الله عز وجل من يدك الإمكانية أو الحق من أن تنتصر لنفسك أو تخرق حدود الإسلام من أجل أن تستجلب أو تطالب بحقوقك يقول لك إن الله يدافع عن التزم في حقوقك التزم بالأمن التزم بالسلم التزم بالإسلام وسوف يدافع الله سبحانه وتعالى لماذا يدافع الله عن الذين آمنوا حين تنتهي وسائلهم حين الله عز وجل لا يعطيك الفرصة أنك تستجلب حقك يتكفل الله سبحانه وتعالى بمدافعة الخير والشربي يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع أنت حاول أنك لا تدخل في سرع لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد لك أن تدخل في سرع لكن إذا أجبرت عليه يقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلك شوف شوف التعليل ولا تعتدوا حاول تدفع لأن كل ما اعتديت اعتدي عليك وتبقى القضية متوردة إن جنحوا للسلم بعدئذ لا يجوز للمسلم أن ينكص عن السلم نحن دعاة السلم نحن الذين يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعل من مجتمعنا منتدى تعيش فيه الديانة ما فيش مجتمع يا إخواني ما فيش مجتمع طبعا قبل الوقت المعاصر كانت تعيش فيه الديانة ثلاث إلا الإسلام إلا المجتمع الإسلامي كانت تعيش فيه النصرانية والإسلام واليهودية في منتدى ويحمل الله سبحانه وتعالى حقوق هذه الأقليات بنص شريعته من عاد معاهدا أو آذى معاهدا فقد آذاني هذا النصر قبل إعلان حقوق الإنسان حرية الإنسان وحرية المعتقد هذا هو تقدم هذا هو رقي الإسلام لذلك نحن المفترض فينا أن نكون أساتذة الدنيا في تعليهم معنا السلام فضلا عن أن نكون عانوا نحن من عدوان بعضنا على بعض لأنه هذا ليس من خصال المسلم هذا مرض نفسي أغلب الناس الذين يمارسون العمم مرضى نفسيون يعني لم يخضعوا لتزكية قبل التعليم هذا الذي يؤدي إلى سوء الفهم اقتناص نصوص من هنا اقتناص من أجل تنفيس الإنسان على عقده النفسية اللي في الحقيقة يحتاج فيها إلى علاج شكرا الله إنهم ليسوا مرجعان في فهم الدين أكيد ليسوا مرجعان نقاط كثيرة أقف مع نقطة التي تجر إلى خطاب غير سليم من المزالق الخطيرة شيخنا محمد هو الاحتجاج بنص صحيح ولكن جاء في سياق آخر يجر إلى سوء للفهم ويجر إلى خطاب غير سليم صحيح هذه إحدى المزالق التي يتخذها أو من يرى بأن الإسلام إنما يستند عليها في بعض الأحكام أريد أن أقول أولا بأن الدين الإسلامي لا يمكن أن يؤخذ من الممارسات التي يمارسها المسلمون يوميا هذه ليست مرجعا أولا ثانيا حتى وليستندنا إليها إن هذا الدين إن الدين الذي صنع أولئك هو ذات الدين الذي صنعنا نحن وندعو إلى هذه السلمية وبالتالي لا يمكن أن نحتج بذلك الدين الذي صنعهم إنه الدين الذي صنعهم وصنعنا هذه اثنين ثالثا هؤلاء الذين خرجوا في هذا الإطار واتخذوا من الإسلام على أنه عنوان عنف وعنوان قوة وعنوان ردع لا يمثلون في المجتمع عموما سوى أقلية لا يمكن أن يقاوم عددها أمام الغالبية التي تنبذ هذا العنف وتنبذ هذا التطرف فهذه مسألة آخر ربما لا أطيل في الموضوع بأن النصوص لا يصح أن نقطع النصوص من سياقها التاريخي الذي وجدت فيه أو الذي نزلت فيه وجاءت فيه وثمت فيه علم يسموه أسباب النزول أسباب النزول نعم يعني معروفة لا يجوز وسياق تاريخي وورود الحديث كذلك أسباب ورود الحديث الشريف يقوله في جزء والذي يقرأ وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فينبئ أنه القتال مع أن دلالة الآية إنما المقاتل ليست هي القتل القتل صحيح ولكن المقاتلة هي بمعنى أنه فيه اعتداء فيه رد فعل فيكون رد فعل وذلك النصوص لا يمكن أن تحمل على الصورة التي يريدها لا تجر إلى سوءها نعم إشارة بسيطة نعم التخوف من الانحراف بالفهم أو لإحنا سميناه اختلاف الفهم أو عنف الفهم تعنيف تعنيف الفهم هو أن نحمل الخطاب القرآني أو السني ما لا يحتمله فكأننا نتعامل بعنف مع النص مع الخطاب الديني أو الخطاب القرآني والسني أنا أعتقد أن له مظاهر مظاهر ينبغي أن ننبه إليها مجتمعنا ممكن ألخصها في المظاهر التالية بسرعة تبني الأحكام قبل القراءة الصحيحة ومحاولة الفهم هناك كثير بعض الناس يبنيوا الأحكام قبل ما يقرأها مقتنع أحكام مسبقة مقتنع بها قبل ما يقرأ أصلا الكتاب ويبحث لها عن النص الذي يصبح ويبحث هو العكس نفرض الإنسان يقرأ النص ومن بعد يشوف إذا كان النص يعطي له موافقة على ما شيء دير حكم لازم يصيب في القرآن ولا يصيب في السنة ليوافق على ذلك الحكم نتبنى اثنين القراءة السوداء للتاريخ الإسلامي كذلك وضيفوا هذا القراءة أنا أشعر بحملة حملة الآن ضد التاريخ الإسلامي خاصة تاريخ الحضارة الإسلامية ولكن هناك في رأيي بعض الشباب عندهم قراءة سوداء بالتاريخ الإسلامي عبارة عن غزوات وكأن المسلمين كما يقول الدكتور عبد العظيم الديب المحقق كان مسلمين ما داروش حضارة ما نشروش العلم ما رباوش ما كذلك تربية في الحضارة الإسلامية ما كذلك إبداع حضارة كاين غير الغزوات والاقتتال والحروب والدماء والفتن والفوضى نعم والصراعة السياسية كانوا عايشين في مجتمع ملائكي نعم لاحظ القراءة السوداء للتاريخ الإسلامي كانوا عايش في عالم سرعة القراءة السوداء للتاريخ الإسلامي هناك في رأي صراخات تفسير العلماني للتاريخ الإسلامي وهذا يضر بزاف تأثر ببعض المفكرين الذين ينسبون حتى قطع الحوادث التاريخية عن سياق العالم نأخذ حادثة معينة ونرى التاريخ العالمي كيف كان يصير وكيف كان يمشي كذلك اعتبار أحكام الغير مسلمات في بعض الأحيان مثلا إذا سمحتم أنت بنا رأي لشحرور أستاذ شحرور وأنت بنا على أنه مسلمات مثلا أو أنت بنا المفكر الفلاني أنت بنا بعض الأحكام ليصدرها على أنها مسلمات أنا مسلم تعصب يعني ينبغي أن أقرأ وأدرس وأسأل وحاول أن أفهم كذلك هناك نوع من الاحتكار لفهم القرآن والمفروض في الإسلام ما عندناش لكليروس لكليروس كان في المسيحية في الإسلام ما يقدرش عالم يحتكر الفهم أولا أستاذ يحتكر الفهم أولا داعي يقول لك غيرنا ليراني فهم هذا وقعمهم مش فهمين لا ينبغي أن لا يكون عندنا نوع احتكار للفهم للخطاب القرآني والسني ينبغي أن ندرك أنه قد يوجد عند غير ما لا يوجد عندي من الخير ومن العلم ومن الفهم أيضا نعم لأن الادعاء بامتلاك الحقيقة نعم هذا لا يقول به عاقل نحن في الأمة أمس الإسلام محمد امتلاك الحقيقة وامتلاك الهداية يظن كأن الله تعالى لم يهدي سواه نعم هذه مشكلة صح ويظن بأن هذا هو الهد الذي هو عليه وبتالي سيحكم على الناس وشعور بالاستعلاء بعد من ذلك يجي الغرور يجي التكفير يجي كل شيء يجي في الإخراف يفرق بين قداسة النص وبين فهم النص النص له قداسة لكن فهم النص الذي فهمه العالم الفلاني أو الفلاني لا يحمل هذه القداسة التي يحملها النص ورب رأي شاذ في التاريخ الإسلامي أصبح هو الرأي المعتمد اليوم رأي منبوذ وبالتالي لا يصح أن نحصر أنفسنا في فهم نعطيه نلبسه من القداسة التي نلبسها للقرآن الكريم ونحسب أن ذلك هو الفهم الذي أطالب اليوم بأن أفسر الواقع على ضوئه شكرا جزيلا والآن أدعو المشاهد الكريم إلى متابعة الرقم الموالي والأخير الفهريست بماذا تنصح المشاهد أن يقرأ والله من المراجع التي استفدت فيها شخصيا في هذا الموضوع كتاب أستاذنا دكتور عبد الرحيم الزيني نعم تجديد الخطاب الديني دراسة طيبة جدا وتحليلية نعم وواسعة يمكن أن يستفد فيها في هذا الموضوع كما أعجبتني السلسلة التي كتبها أخونا أستاذ كامر شكات نعم السلسلة طيبة جدا وغنية بالأمثلة التاريخية والشواهد التاريخية يستطيع الشباب الجزائرين يستفيد منها بل أنصح بقراءتها سواء كتابه علماء الغرب يقولون أو كتابه حقائق وأباطيل نعم ويعني أنا أشكره على هذا المنبر نعم بما تنصح أستاذ مقالي نعم أنا من الكتب التي أنصح جميع الشباب خصوصا في مقتبل الدخول في رحاب الدعوة كتاب الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى السنة بين أهل الفقه والحديث خصصة بابا حول سلمية الإسلام وحول الحديث حتى عن النصوص التي استدل بها لدفع الشباب وتحريضهم على مجتمعاتهم حول آية السيف حول نسخ آية الدعوة والدعوة بالموعظة والحكمة فالبحث في هذا الكتاب وقف كثير عند الفهم للنصوص وقف كثير منه وكتاب أيضا فضيل الشيخ القرضاوي ألفه في الجزائر نعم طبع بالنسبة ألفه في المجال فكرة وكتاب الشيخ القرضاوي حفظه الله تعالى وأمد في عمره الدعوة الإسلامية بين الجحود والتطرف كتاب مفيد جدا عميق نعم وفيه ممكن عبارات صعبة ولكنه يمس حقيقة جوهر هذا الموضوع الذي نتحدث فيه شكرا جزيلا معكم شيخ محمد نختم إن شاء الله نعم نصح بكتابين اثنين نعم كتاب للشيخ الغزالي رحمه الله الذي عاش في الجزائر والذي دفع عن كثيرا عن هذه المعاني وخصوصا في كتابه معالم الحق في كفاحين الإسلامي نعم وأصح أيضا عن جملة مشرقة ترد على المزائم التي طرحت والتي تطرح في كل لحظة وفي كل حين كتاب رائع للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله من روائع حضارتنا معركة المصحف كذلك مهم جدا معركة المصحف نعم الشيخ الغزالي رحمه الله كتاب قيم في هذا الباب مما ينصح فيه ويفهم الفهم الصحيح نعم الدفاع الذي يصنع النص في إطاره المقدس أولا وينفي عنه الفهم والشبهات التي طرحت بعد ذلك ويرجع إلى النبع الصافي الأصل الذي جاء به الإسلام أساسا ما من شك أن فيه مواقع الشبكة العنكبوتية كذلك فيه مواقع طيبة يعني تعنى بهذه القضايا صحيح نعم شيخنا بالغيث أتوجه لكم الشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لكم كذلك شكر موصول أستاذ مقاطي وليشيخنا الفاظ أستاذ محمد بارك الله فيك شكرا جزيلا إذن أيها الأحباب الكرام نأتي إلى خاتمة هذا العدد لنضرب لكم موعد متجددا يوم الخميس المقبل بحول له على الساعة التاسعة ليلا تتابعون الحرقة محملة على موقعي اليوتيوب أو على صفحة قناة القرآن الكني دمتم بخير والسلام على الجميع ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة